اعتبرها الكثيرون حدثا مفصليا في الحياة السياسية التركية ونقطة تحول لمئة عام قادبة لذلك اهتم بها الشرق والغرب وترقب تدعيات نتائجها الانتخابات التركية واثار نتائجها في العلاقات العربية والدولية عنوان ندوة عقدها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام في مدينة اسطنبول معلوم ان العلاقات التركية العربية وغير عربية هي علاقات مركبة ومعقبة ذلك لاننا نتحدث عن دولة حكمت تاريخيا يعني عشرات الدول هذا الحكم القديم له تدعيات اليوم في الحاضر في ورقته البحثية تحدث الباحث في الندوة مصطفى أوزجان عن مستقبل العلاقات التركية مع الغرب والدور الذي ستأخذه تركيا في القضايا الاقليمية مؤكدا ان اكثر ما يثير الحفيظة الغربية هو نشوء حلف عربي تركي في المنطقة هناك سياسة البريطانية حتى لان قائمة لتنفير العرب من الاطراق او كرايات الارب من الاطراق لماذا؟ لان اتحاد العرب والاطراق معا هذا يكون تحض كبير للغرب للدول الغربية واشار أوزجان الى ان تركيا ستستمر في السياسة العقلانية المتوازنة تجاه الصراع الروسي الاوروبي بما يخدم مصالحها ويجنبها الانزلاق في فخ الاستفافات تركيا لا تكون زهرا بالنسبة لدول الغربية متربسة لروسيا وغير روسيا اصلا من مصلحة الغرب ايقاع بين تركيا وروسيا وغيرها اذا تركيا في الحالة الراهنة تمارس السياسة معقولة وفي حديثه عن العلاقات التركية مع الدول العربية ولا سيما العراق اكد الباحث في الندوة حاتم الفلاحي ان خطر الميليشيات التابعة لايران على تركيا لا يقل اهمية عن خطر ميليشيا بكاكال مصنف ارهابيا ولذلك انقرة ستولي الملف العراقي اهمية كبيرة انا اعتقد ان هذه الميليشيات تشكل خطر على كيان الدولة العراقية اولا ثانيا لا شك بان هذه الميليشيات اذا ما تم توجيهها من قبل ايران فيمكن لها ان تقوم بما يملأ عليها من التعليمات الايرانية كما تقوم به في سوريا تقوم به باتجاه تركيا خصوصا وانا لديها علاقات قوية جدا مع حزب العمال الكردستاني فانا اعتقد ان هذا الملف ستتعامل معها تركيا كملف واحد وليس كملفات متقطعة في هذه القضية قضية امن قومي يجب ان تلجم هذه الميليشيات وجود حكومة قوية في تركيا من شأنه ان يجعلها صاحبة قرار مؤثر على المستوى العربي والاقليمي والدولي